السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل من كل المتابعي قناة أجانا دونس سيادة الوزير ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بيعمل توجهات للمدارس ومدريات بشعل الواجبات المدرسية جيت متأخر شوية يا دكتور تعالي نشوفه الدكتور طارق بيقول إيه عدم توريد أي منتجات إلا بعد استفاء اشتراطات سلامة الغذاء يا الله يعني بعد ما بنسلم وزوقنا والعالي سلامت جاين نقول دلوقتي موافاة الإدارة العامة للتغذية ببيانات المخازن الشركة ومراكز التعبئة وبيانات الموزعين يا جماعة عدم تخزين الواجبات المدرسية في المخازن إلا بعد تسجيلها بهيئة سلامة الغذاء وعدم تخزينها في المدارس جميل نقل الواجبات الغذائية بوسائل نقل مستوفي الاشتراطات لا تداول أغذية المفروض الحاجات دي كلها دكتور طارق من بدر قوي من يوم ما عملنا التغذية وسيادة الرئيس أصرح بيها المفروض احنا كيبقى معانك كل الكلام ده كمان يا دكتور طارق يقولك الانتزام بنمازج متابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية وبعدها تب ايه كمان يا دكتور قول عدم توزيع أي وجبة منتهية الصلاحية أو ظهر عليها بعض علامات الفساد جميل اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالتعامل مع الطلاب في حال ظهور أي أعراض مرضية على الطلاب وتنفيذ التعليمات الخاصة بتتبع الوجبة المدرسية وكمان متابعة الحالة الصحية للمدرسة مسؤول بكل مدرسة عشان يتابع الحالة الصحية للطلاب ويتابع ويسجل أي أعراض قبل وبعد تنقل الوجبة الغذائية يعني معانا أنت بتعترف اللي كان فيه محافظات فيها فيها فساد في الوجبات الغذائية اللي انت قلت معرفش عنها حاجة تجميع البيانات بشكل مبكر وبصورة سريعة عند ظهور أي أعراض مرضية على الطلاب قولوا رأيكم ايه في اللي قاله الدكتور طارق بعد خراب ملطة زي ما بيقولهم أو بعد توزيع الوجبات المدرسية وبعد ما حصلت السموات لبعض الطلبة وهو بينفي كل الكلام قولوا رأيكم ايه في توجهات وزير التربية والتعليم اللي جات متأخرة شوية اللي كان المفروض من زمان قوي يحصل الكلام ده هنتابع مع بعض أول بأول على برنامجنا يحدث التعليم وعلى قنواتنا في قناة أجان أندس وآجان دست فيو وتابعونا على صفحتنا يحدث في التعليم على الفيسبوك وقول يا رب خلي بالكم من أولادكم كل اللي جاي هيكون أحسن إن شاء الله اللهم احمد مصر ودايما نقول تحية مصر من قلوبنا قبل السنة قولوا يا رب في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وإيضا لا تنسى دعمنا بلايك